أدان رئيس الوزراء البلجيكي إليو دروبو كل أشكال معادات السامية وقال الأحدث ناء عادة افتتاح المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية بروكسل إنه يجب درء خطر هؤلاء الذين يرتكبون جرائم معادية للسامية أو عنصرية وقد أغلق المتحف في الـ 24 من أيار مايو الماضي بعد تعرضه لهجوم مسلح شنه مواطن فرنسي وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص رئيس الرابط البلجيكي لمكافحة معادات السامية قال إن المتحف اليهودي هو نافذ للاطلاع على الثقافة اليهودية وهو يسعى لتعرف الناس بهذه الثقافة ومقاومة الأفكار الرجعية على حد قوله وقالت الشرطة الفرنسية إن المتهم معروف بتوجهاته الدينية المتشددة وقد سافر إلى سوريا وانضم هناك إلى حركات جهادية قبل عودته لاحقا إلى أوروبا إعادة فتح المتحف باتت ممكنة تقول مراسلة يورونيوز بعد أن تلقى المدعي العام ضمانات بأن إعادة فتحه لن تؤثر على سير التحقيقات القضائية المتعلقة بحادثة الهجوم وفي ألمانيا طالبت المستشارة أنجيلا ميركل بتصد حازم لمعادات السامية وقالت ميركل أثناء مظاهرة انتظمت الأحد أمام بوابة برندنبرغ بالعاصمة برلين نحن ضد معادات السامية والحياة اليهودية تنتمي إلينا فهي جزء من هويتنا شكرا